السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد مع عيد أكاديمي وديمة للتسويق الإلكتروني أنا محمد عيد أخصائي ومستشار تسويق إلكتروني وتجارة إلكترونية النهاردة بإذن الله بعد غيبة شوية بقلي فترة جديرة مسجلتش عملت الفيديو ده مخصص بالأخص للناس أصحاب الأعمال وممكن أي حد يسمعه لكن الناس أصحاب الأعمال الفيديو ده حيكون توعاوي ليهم بشكل كبير وخصوصا لأي حد بيفكر إن هو ينشئ موقع إلكتروني خاص بالشركة بتاعته أو بالبزنس بتاعه أو بيفكر إن هو يعمل متجر إلكتروني يحط عليه منتجاته منتجات الشركة بتاعته أو حتى لو بيحب يشتغل من البيت وعاوز يعمل متجر إلكتروني الناس تشتري منه ويكون عليه دفع إلكتروني وكده فهو هيروح تشوف شركة تتعامل معها الشركة دي هتصمم لك الموقع أو شخص متخصص في تصميم المواقع والمتاجر الإلكترونية يصمم لك الموقع ويصمم لك المتجر الإلكتروني بتاعك بغض النظر عن الشركة وصابقة الأعمال بتاعتها أو الشخص اللي عايش تغلك في الموقع وصابقة الأعمال بتاعته والاحترافية بتاعته وكلام ده كله في حاجات مهمة جدا لازم كل صاحب عمل أو كل شخص بيفكر إنه عنده موقع إلكتروني أو متجر إلكتروني لازم إنه يكون واعي بها في حاجتين أساسيين أول حاجة الدومين نيم وتاني حاجة الاستضافة بتاعت الموقع مش هتكلم على طريق تصميم الموقع نفسه إن دي مرحلة بتيجي بعدين لما بتتفق مع الشركة أو الشخص اللي هتصمم لك الموقع فتتفاهم معاه في تفاصيل شكل الموقع وتقسيم الصفحات والكلام ده كله طيب أول حاجة هبدأ بيها وهي الدومين نيم ولازم كل الناس تكون عندها وعي بيها وهنعرف الأول يعني للناس حتى المبتدئة إيه هو الدومين نيم الدومين نيم هو الاسم المخصص بالموقع بتاعك اللي الناس بتكتبه عشان تروح لك عليه اللي هو مثلا زي www.amazon.com مثلا على سبيل المثال أو www.com ده اسمه الدومين نيم وده أي حد بيشتري بينشئ موقع أو متجر إلكتروني بيشتري الاسم ده الأول بيدور على اسم مناسب مع الشركة بتاعته بيشتري الاسم ده من على موقعين مشهورين جدا في موقع اسمه جو دادي وفي موقع اسمه نيم شيب وأنا عن نفسي بحب اشتغل موقع نيم شيب يعني الأسعار بتبقى أقل شوية من جو دادي وفي خيارات زيادة شوية طيب الدومين نيم ده أنا في رأيي الشخصي هو أهم من الموقع الإلكتروني نفسه ليه؟ الموقع الإلكتروني وزي ما هكلمكم بعد كده في الحاجة التانية على الاستضافة بتبقى كل محتوى الموقع محطوط على كمبيوتر محطوط على سيرفر موجود في شركة على البيانات والصور وكل محتوى الموقع موجود عليه بس عشان الناس تروح للموقع دوت لازم هيكتبوا الاسم بتاعك الأول جميل الكلام دوت فإذا حصل والموقع يعني اتهكر أو ضعت كل بياناته أو اتمسح كل حاجة فيه هتقدر ان انت تعيد بناء الموقع من جديد أو ان انت مثلا غالبا هيكون عندك باكب يعني نسخة احتياطية من الموقع فهتبدأ ان انت ترجع النسخة الاحتياطية دي مرة تانية إنما الدومين نيم ودي غلطة بيقع فيها الناس كتير جدا الناس اللي بتبدأ ان هي تتعامل مع الشركات ومع الأشخاص عشان خاطر يعملونهم مواقع الدومين نيم دوت غلطة اللي الناس بتقع فيها ان بيخلي الشخص اللي هيعمله الموقع هو اللي بشتري الدومين نيم وهو اللي بيملك الدومين نيم دوت على حسابه هو مش حسابك انت ماشي؟ ففي اي لحظة اذا حصل خلاف او الشخص دوت حتى لو ما حصلش خلاف مات ولا جراده شيء لقدر الله او الشركة دي حصل لها اي مشكلة بغض النظر ايه هي المشكلة ديت وراح منك الدومين نيم دوت معرفتش تتواصل معاهم دي هتبقى مشكلة كبيرة لان الدومين نيم ده لو راح يعني الناس مش هتعرف تروح لموقعك هتضطر تشتري دومين نيم جديد باسم جديد خالص وتعمل عليه موقع من جديد فدي هتبقى مشكلة كبيرة طب ايه النصيحة دلوقتي اللي انا بنسحك بيها انك لما تيجي تتعامل مع شركة او لتتعامل مع شخص لازم اشتري لك الدومين نيم دوت على ايميل خاص بيك وحساب خاص بيك فاللي هيحصل كالقاتي هتقول للشركة او الشخص دوت انت هتعمل لي ايميل على جوجل بالذات اعمل لي ايميل على جوجل واديني الباسورد بتاعته واشتري لي الدومين نيم على الايميل دوت ماشين بحيث بعد كده زي ما قلنا قبل كده حصل مشكلة حصل خلاف الموقع ضاع الموقع حصل اي شيء هيبقى الدومين نيم موجود عندك وتبدأ ان انت قدامك الفرصة ان انت ممكن عندك لو هتبني موقع من جديد هتعمله مفيش اي مشكلة والناس هتوصلك على نفس الموقع الالكتروني او المتجر الالكتروني الخاص بيك فدي اول حاجة بننبه عليها موضوع الدومين نيم ده اهم شيء طيب في نقطة تانية عشان ما انسهاش لما تيجي تشتري الدومين نيم بيبقى في خيارات يقولك مثلا تشتريه لمدة سنة يعني تحجز الاسم ده محدش ياخده لمدة سنة وبعد سنة بتدفع تجديد على الموقع اللي انت اشتريت منه اللي هو جودادي او نيم شيب على سبيل المثال او مثلا بتشتريه سنتين او خمس سنين او عشر سنين سواء انت المشروع دوت يعني او الموقع انت شايف ان هو هيوعد معك فترة كبيرة وحتكمل فيه او ممكن لقدر الله انه مثلا متجر الكتروني ما تنجحش في التسويق بتاعه او ما ينجحش معاك وخلاص تضطر ان انت تقفله ومش عاوز تكمل فيه اشتري الدومين نيم لمدة عشر سنين ماشي عشان ما تجيش مثلا ممكن تشتريه لمدة سنة وتيجي في التجديد تنسى ان انت بجدد يبعتولك ايميلات جدد الاشتراك جدد الاشتراك فتنسى وده بيحصل كتير او الشخص اللي هو انت مثلا الشركة اللي مسكلك الموقع او الشخص اللي مسكولك نفس الحكاية ممكن ما ياخدش باله من ايميلات يحصل اي حادث فيضيع التجديد بتاع الدومين وكذلك هتضيع عليك الدومين واضطر تشتري من اول وجديد وممكن ساعتها الشركة تغلي عليك السعر اللي انت شاري منها فلا افضل شي خلينا في الامان هتشتري الدومين نيم لمدة عشر سنوات وحتخليه موجود علي ايميل انت اللي عارف الباسورد بتاعه على حساب خاص بيك انت وبشركتك او بالبزنس بتاعك طيب دي النقطة الاولى هننتقل بعد كده للنقطة التانية ماشي اللي هو بقى حاجة اسمها الاستضافة نحن دلوقتي اشترينا الاسم والاسم دوت انا بخش في لوحة التحكم عندي في الموقع اي اشتريته منه وهقوله البطولي بالسيرفر المعين اللي يجي اسأل على الدومين نيم او الموقع بتاعي ابعته للسيرفر دوت ابعته الاستضافة ديت عشان يبدأ ان هو يفتح الموقع ويشوف المحتويات بتاعته فالاستضافة دي برضو حاجة تانية مهمة بس زي ما قلنا الاستضافة لو راحت حصل فيها اي مشكلة الدومين نيم موجودة عندي طيب ازاي انا بقى لما اجي اتعامل مع شركة او شخص ابقى فاهم يعني ايه الاستضافة وايه الخيارات اللي موجودة عندي في الاستضافة واعرف اتفاهم معاها عليها يعني مش اي شخص يقولي طبعا انا هعملك الموقع وهيتكلف كذا وخلاص اتفاهمنا على الدومين وقلنا خلاص حقنا الدومين هيكون باسمي وعلى حسابي الخاص طب الاستضافة بقى لازم افهم الشخص ده هيختاري الاستضافة دي ازاي وايه هي المواصفات الخاصة بيها الاستضافة لما بيجي الشخص او الشركة بيعملك الموقع هو نفسه بيخش على شركة تانية بيتعامل معاها بيشتري منها استضافة جزء من سيرفر يحط عليه الموقع ويبقى قدامه خيارات كتير من ضمن الخيارات انه ممكن يشتري لك استضافة خاصة بيك انت يعني ايه استضافة خاصة بيك وهوضح لكم ممكن نقول كلام مش مفهوم بس هوضح لكم بالامثلة دلوقتي استضافة خاصة بيك يعني انت عندك لوحة تحكم في محتوى الموقع ان انت تخش تضيف صفحات تخش تضيف منتجات تعدل في التصميم بتاعه وعندك لوحة تحكم تانية منفصلة دي بتبقى على السيرفر نفسه ان انت ممكن تخش تمسح الموقع خالص ممكن تخش ان انت تضيف لو شاري استضافة فيها اتاحة ان انت تخزن عليها كذا موقع مش موقع واحد فممكن تخش في نفس الاستضافة على نفس السيرفر عندك موقع تانية عاوز تعمله والامكانيات متاحة فهتخش تخليه على نفس الاستضافة فعندك لوحة تحكم تقدر تتحكم فيها لوحة التحكم ديت اللي موجودة على الاستضافة او على السيرفر هي اللي من خلالها تقدر تضيف ايميلات بيزنس في اما هذه الاسم في لحة التحكم except for the internet السي بانيل احفظه الاسم كويس السي بانيل دي هي من خلالها ممكن تضيف اميلات بيزنس يعني مثلا محمد امازون دوت كوم انفو امازون دوت كوم ماشي غير الاميلات اللي هي البوبليك العادية اللي هي مثلا محمد اجيميل دوت كوم احمد اجيميل دوت كوم دي اميلات ببلاش انما دي تبقى اميلات موجودة على الاستضافة بتاعتك فلازم تعرف من الشركة هل انت هتديني لوح التحكم خاصة بالموقع بس ولا هتديني كمان لوح التحكم سي بانيل لان بعض الشركات بتخلي مجموعة مواقع كلها موجودة في السيرفر واحد على نفس السيرفر زي ما قلتلك ده انفع بس مفيش حد فيهم عنده السي بانيل ديت اللي هي لوح التحكم والاستضافة نفسها لأ عنده لوح التحكم وهوريكم شكلها دلوقتي خاصة بالموقع عادي جدا يضيف صفحات يقلل صفحات يغير في المحتوى زي ما هو عاوز بس مقدرش يخش يعدل في السيرفر نفسه الا على الاستضافة فانت لازم تعرف هل انا هيبع عندي سي بانيل ولا معنديش سي بانيل دي حاجة الحاجة التانية المساحة اللي انت هتدهيلي عا السيرفر ده هتدهيلي المساحة غير محدودة اقدر حط عدد لا محدود مساحة لا محدودة من الملفات مش عدد لا محدود لان اغلب الاستضافات بقولك انت لك ستمائة ستو بيت الف ملف عا السيرفر بتاعي بس ستو بيت الف دول مساحاتهم قد ايه 10 جيجا 15 جيجا 100 جيجا 200 جيجا 200 جيجا ففي استضافة تقولك انت لك مساحة غير محدودة بس عدد محدود من الملفات في ناس شركات تقولك لا انا هديك استضافة بمساحة محدودة يعني 5 جيجا بس 10 جيجا بس فانت لازم تعرف هل الاستضافة اللي انت هتديها لي استضافة مساحتها لا محدودة ولا الاستضافة ديت لها مساحة محددة ماشي طيب نقطة كمان الناس اللي بتعمل متاجر الالكترونية متجر عليه بيع وشيرة في انواع معينة من الاستضافة تختلف للمتاجر ديت ان بعض الشركات للاسف تغش العملة وتحطهم على استضافة مشتركة مع مواقع تانية بس الاستضافة ديت ما بتتحملش انها يكون عليها اردارات كتير الناس كتير تخش تشتري ويدخل بيانات ويدخل بيانات الفيزا كارد ومش عالفيه والكلام ده كله ما بتتحملش الكلام ده في نوع من الاستضافات اسمه حاجة اسمها ال VBS فاي شخص هيعمل متجر الكتروني وشايف ان الموقع هو هيبدأ فيه كبير وعليه ضغط عالي فلازم يبدأ بالاستضافة اسمها VBS ويطلب من الشركة كلام ده دي ممكن بتبقى اغلى شوية في السعر لكن هي دي اللي تتحمل المواقع اللي من النوع ده المواقع اللي من النوع مثلا اللي هي الانلاين كورس عليها كورسات اونلاين ويترفع عليها فيديوهات الناس تخش تشتري الكورس تشتري الدورة ويبدأ انه يشغل فيديوهات على الموقع فدي برضو مواقع بتحتاج انها بتتحط على استضافة من نوع VBS ببعض الاحيان برضو بيخش في النوع ده من المواقع الطلبة يخش ويحلوا اسئلة فتلاقي عدد كبير من الطلبة داخلين بيعملوا انتر كتير على الموقع بيحلوا اسئلة وبيعملوا اختبارات وبيشوفوا فيديوهات فمنفعش الاستضافة تبقى استضافة ضعيفة اما مثلا لو موقع مثلا مكتب محاماة مكتب محاماة مثلا ده مش هيبقى عليه ضغط زي المواقع ده المتاجر الالكترونية والمواقع الكورسات لا ده هيبقى موقع تعريفي خاص بمكتب محاماة احنا خدماتنا كذا احنا تواصل معانا بطريقة فلانية فده موقع بسيط وسهل ما يحتاجش لها VBS ديت ممكن يحتاج موقع حتى لو ما عندوش Cpanel اللي هي لوحة التحكم في الاستضافة مجرد لوحة التحكم بس في الموقع ده عادي جدا نفيش اي مشكلة طبعا كل ده بيفرق في الاسعار موضوع الاستضافة ركزوا على موضوع Cpanel في Cpanel ولوحة التحكم للموقع الحاكتين دول تبدييني اليوزر نيم والباسورد مساحة الاستضافة قد ايه السعر الاستعابية بتاعتها هل ليه ترافيك معين في الشهر لا يعني كل حد بيخش الموقع بيستهلك داتا بيستهلك بيانات ففي بعض الناس يقول لك مثلا انت اخرك 1000 جيجا في الشهر ما ينفعش تعديهم ممكن الموقع يقف بعدها في بعض ينسلك مثلا 500 جيجا فهل الترافيك عفوا استغفروا فهل الترافيك بتاعي ده لا محدود ولا ترافيك محدود طبعا انا عرف ان الكلام دوت يعني فيه تفاصيل كتير بس انتوا فهموا الكلام دوت واستوعبوه وحاولوا تبحثوا فيه اكتر ولما تتعاملوا مع شركة او شخص لازم تسأله في الحاجات دي طب تعالوا اوريكم دلوقتي الفرق بين لوحة التحكم بتاع الموقع ولوحة التحكم السيرفر او الاستضافة شوفوا هنا موقع هنا مثلا ده موقع خاص بي اسمه صفحة دوت اي او اللي انتوا شايفين قصاتكو ده اسمها لوحة تحكم الموقع نفسه بتيجي عربي وبتيجي انجليزي لو جينا هنا مثلا الصفحات بالعربي ها هتلاقي ان انا ممكن اضيف صفحة جديدة ماشي لو اضفت صفحة جديدة غير المحتوى بتاعها الى اخره لو فيه رسائل بتجيني مثلا على الموقع بتبقى موجودة هنا على لوحة التحكم ديت تمام؟ فده التحكم في محتوى الموقع نفسه مش التحكم في السيرفر او الاستضافة طيب تعال اوليكم بقى الحاجة التانية اللي هي لوحة التحكم الاستضافة بقى شركة الاستضافة نفسها او السيرفر اهي دي بتزهر اصادي بشكل ده دي اسمها السيبانيل ماشي دي بقدر اتحكم فيها في الموقع يعني هنا مثلا الباكب دوت باخد نسخة احتياتية من الموقع الفايل مناجر دي الملفات بتاعت الموقع نفسه اللي عليها السور والداتا والبرامج وكل حاجة هنا مثلا الايميل بقدر ادف ايميلات للموظفين الموجود عندي واحزة في ايميلات وقال لهم الباكب بتاعتها الى اخره من تحكمات كتيرة جدا ده في السيرفر نفسه بتاع الاستضافة اخيرا انا عارف ان انا طولت عليكم بس الفيديو ده مهم جدا 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 وبنصح اي حد يعني اه زي ما قلت لكم عنده او بيزنس عنده اعمال عنده شركة عاوز يبدأ ان هو يصمق عنده موقع الكتروني احفظ الفيديو دوت عندك اه ولو عندك اي حاجة او اي استفسار او اي شيء مش واضح في الفيديو لو بتتفرجوا عليه في اليوتيوب ابعتولي في التعليقات باذن الله انا هرد عليكم او هتلاقوا في الدسكريبشن تحت اه رابط صفحة الفيسبوك ورابط الموقع الالكتروني الخاص بيا ممكن تخشوا عليهم وتبعتولي على الرسائل الخاصة اه في الصفحة او في الموقع الالكتروني هرد باذن الله على كل استفساراتكو واي حد عنده سؤال شيء مش واضح في الفيديو اسألني فيه وانا هكون سعيد جدا بالرد عليه ان شاء الله وكذلك على صفحة الفيسبوك لو بتتفرج على الفيديو دوت على صفحة الفيسبوك اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد على تعليقاتكو كلها ونشوفكو الفيديو الجاي وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة